مع بداية الأربعينيات وبعد مرور سنوات على بدء التعليم النظامي في البلاد شرعت دائرة المعارف في خططها لتطوير هذا القطاع المهم والحيوي بمختلف الوسائل وعلى كافة الأصعدة وبدأت في افتتاح عدد كبير من المدارس في مناطق مختلفة من البلاد وذلك لمواجهة الطلب المتزايد من قبل أبناء الكويت الراغبين في الالتحاق بصفوف العلم والدراسة كما ركزت دائرة المعارف جهودها في تلك الفترة على وضع اللبنات الأساسية للمناهج والكتب الدراسية المناسبة والمتطورة بالاستفادة من تجارب الآخرين في هذا المجال وأرسل المقيم السياسي البريطاني للشيخ أحمد الجابر صباح في الثالث والعشرين من شهر أغسطس لسنة 1941 رسالة في هذا الشأن اقترح فيها أن يقوم الشيخ عبدالله الجابر صباح رئيس دائرة المعارف في ذلك الوقت بزيارة للسودان للاطلاع على نظامها التعليمي وقال أشعر أن سموكم سوف يوافق بأن هذا الاقتراح له فائدة كبيرة من هذه الزيارة وأمل أن سموكم يراه بعين الرضا فإذا كان في وسع مدير معارفكم القيام بهذه الرحلة فالمجلس البريطاني يرغب في أن يتحمل مصاريف الزيارة وحرصا من الشيخ أحمد الجابر على استقلال النظام التعليمي الوليد في الكويت وإدراكا منه لخصوصية المجتمع الكويتي وضرورة إجراء دراسة مستفيدة قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بهذا القطاع الحيوي فقد قرر أن الوقت غير مناسب للبت في هذا الاقتراح وأرسل إلى الوكيل البريطاني في السادس والعشرين من شهر أغسطس لسنة 1941 رسالة بهذا المعنى إلا أن ذلك لم يمنع الشيخ عبدالله الجابر فيما بعد من القيام بجولة شملت عددا كبيرا من البلدان من بينها السودان للتعرف عن قرب على نظمها التعليمية والاستفادة من مختلف التجارب للوصول بنظام التعليم في الكويت لأعلى المستويات وأكثرها ملاءمة لطبيعة المجتمع الكويتي والسعي لتطوير وبناء أسس النهضة والتقدم والتطور اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة